من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والتي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله اللهم أصلح قلوبنا اللهم أهدي قلوبنا اللهم طحر قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا اللهم إنا نسألك أن تحبب إلينا الإيمان وتزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوك والعصيان اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا اللهم تب علينا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم تب علينا توبة نصوحا اللهم تب علينا توبة ترضيك اللهم أحبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا آمين أحبتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله اللهم إنا نسألك أن تصلح القلوب يا رب العالمين كنا نتكلم عن مثال أن رجلا اشترى عبدا من حر ماله من زهب أو ورق ثم قال اشترى بفلوسه بقى العبد ده ملكه اسمه ملك يمين ملكه العبد ده بقى يملك رقبته قال له الأرض هيشتغل واتلي الفلوس اشتغل وقيد الفلوس لحد تاني انت ترضى طيب الله خالقك له جل جلاله وأمرك بعبادته قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا قال سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا قال سبحانه وتعالى أحسب الإنسان أن يخلق سدى انت فكر ان ربنا سبحانه وتعالى خلق أيحسب الإنسان أن يترك سدى انت فكر ان ربنا هيتركك كده أهملا لا تؤمر ولا تنهى أنا عايز أسألك دلوقتي سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج إلى إجابة قاطعة انت بتشتغل ايه أيها أنت أنت بالذات شغلتك ايه ها تشتغل ايه سيبك من دي أنا بسألك بتشتغل ايه عند ربنا شغلتك ايه عند ربنا وظفتك ايه عند ربنا هو ده السؤال وهو ده الحال لازم تعرف شغلتك انت بتشتغل ايه ليك شغل عند ربنا ولا ما ليك شغل حين قال الله جل جلاله يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله اني ذا ده ربنا يا ايها النساء يا أيها ده نادى الكل يا أيها الذين آمنوا كل من آمن بالله مطلوب أن ينصر الله لشغلتك دي شغلة كل مسلم شغلة كل المسلمين والمسلمات أن تنصر الله شغلتك عند ربنا خدام لدين ربنا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله يا ترى ليك دور في السغلانة دي شغل ولا أنت شغل لحسب نفسك تشتغل تجيب فلوس تأكل تشرب تنام تقضي شهوتك قال الله قل إن صلاتي ونسك ومحيايا حياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له قل بالأمر إن صلاتي ونسك ومحيايا حياتي كلها لله لا شريك له قل إن صلاتي ونسك ومحيايا ومماتي حياتك ومماتك لله وشوف التنصيص المهم ده لا شريك له ألا تكون حياتك ألا تكون حياتك لله ولغيره لا شريك له وبذلك أمرت لأوامش السؤال يا تارا إحنا ناس عايشين لله وحده لا شريك له ولا لله لله ولغيره وله إحنا عايشين لأنفسنا والشهواتنا والأهوأنا لرغبتنا والأملنا والحياتنا الدنيا يا تارا إحنا عايشين لله ولا عايشين لنساءنا وأولادنا يا تارا إحنا عايشين لله ولا عايشين للمصنع والشركة والمحل والتجارة والدنيا والفلوس والعلو في الأرض إنت عايش لله ولا لنفسك سؤال لا شك إن فيه فرق كبير جدا بين اللي عايش لله وبين اللي عايش لنفسه إنت عايش لنفسك واللي عايش وإنت تقدر تضحك علي تجذب علي تقول لي أنا عايش لله انت حر لكن مع الله ما تقدرش تجذب على الله الله يعلم الحقيقة من الذي يعيش له ومن الذي يعيشه لغيره لذلك بنقول إن العبد الذي يعيش لغير الله خيانة ابن القيم بيقول في أول كتاب طريق الهجرتين إن إن العبد في هذه الدنيا مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف فإن العبد وما يملك ملك لله قال سبحانه وتعالى وآتوهم من مال الله الذي أتاكم المثال المضروب ده أن عبدا أن رجلا اشترى عبدا من حر ماله من ذهب أو ورق وقال هذا أرضي هذه أرضي وهذا بيتي فلو أن هذا العبد المملوك ملك الملايين يبقى مالك لا ليه هو وما يملك ملك السيدة فنفس الشيء هنا أنت وما تملك ملك لله عشان جي بيقول أنت مملوك ممتحن بما أعطيت من الدنيا لكن صرتك وشكلك مالك أنت بتقول العربية دي بتاعتي البيت ده بيتي الفلوس دي ملكي أنت بتقول كده هي ملكك شكلا لموضوعا الصورة الصورة أن أنت مالك لكن الحقيقة أنت مملوك أنت وما تملك ملك لله أنت لا تملك شيئا مالك مملوك ممتحن اللي أنت فيه ده اللي أنت تملكه ده بنبي ممتحنك هتعمل فيه إيه مش ملكك مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف صورتك مالك متصرف لكن الحقيقة أنك مملوك ممتحن ابن القيم بيقول إيه فالموحد كمن عمل لسيده في داره وأدى إلى سيده ما استعمله فيه يا رب أنا حياتي هي أنت أمرتني أن نكسب رزقي من حلال أنا كسبت وأمرتني أن الرزق ده أوكل بالعيال وأؤدي زكاته وأعطي الفقير والمسكين وأصل برحمي أنا عملت كمن عمل وأدى لسيده أما المشرك كمن استعمله سيده في داره فكان يعمل ويؤدي خراجه وعمله إلى غير سيده فهكذا المشرك يعمل لغير الله في دار الله ويتقرب إلى عدو الله بنعم الله هي دي المسكلة الكبيرة إنك في دار الله تعمل لغير الله وبنعم الله تتقرب لغير الله هذه خيانة قال ابن قيم ومعلوم أن العبد من بني آدم لو كان مملوكه كذلك لكان أمقة المماليك عنده وكان أشد شيء إن غضبا عليه وطردا له وإبعادا وهو مخلوق مثله كلاهما في نعمة غيرهما فكيف برب العالمين فكيف برب العالمين الذي ما بالعبد من نعمة إلا منه وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهُ كيف برب العالمين الذي ما بالعبد من نعمة فمنه وحده لا شريك له لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يصرف السيئات إلا هو وهو وحده المتفرد بخلق عبده ورحمته وتدبيره ورزقه ومعافاته وقضاء حوائجه فكيف يليق به مع هذا أن يعدل به غيره في الحب والخوف والرجاء والحلف والنذر والمعاملة فيحب غيره كما يحبه أكثر أَيَخَافُ غَيْرَهُ كَمَا يَخَافُ مِنْهُ وَيَرْجُوهُ شواهد أحوال الناس بل أقوالهم وأفعالهم ناطقة بأنهم يحبون أنداده من الأحياء والأموات ويخافونهم ويرجونهم ويطلبون رضاهم ويهربون من سخطهم أعظم مما يحبون الله تعالى ويخافونه ويرجونه ويهربون من سخطه وهذا هو الشرك بعينه هذا هو الشرك بعينه الذي لا يغفره الله عز وجل قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشار لذلك سمى الله جل جلاله هذا ظلما إن الشرك لظلم عظيم ظلم إن ربنا سبحانه تعالى يخلق ويعبد غيره يرزق ويسكر سواه هو الملك قال سبحانه تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق قال سبحانه تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين عباد أمثالكم تجدوا بيخاف من الناس أكثر من خوفهم من ربنا بيحب بشهواته أكثر من حب ربنا ويقدمها على عمل ربنا بيسترضي البشر أكثر من طلبه رضا الله هو ده الشرك بعينه اللي ربنا ما يغفروش أبدا قال قال ابن قيم والظلم عند الله عز وجل يوم القيامة له ثلاثة دواوين بيوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به وديوان لا يترك الله منه شيئا وظلم العباد بعضهم بعضا فإن الله تعالى يستوفيه كله وديوان لا يعبأ الله به وظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل فإن هذا الديوان أخاف في الدواوين وأسرعها محوا فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك بخلاف ديوان الشرك فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد وديوان المظالم لا يمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهم إياها الشرك لا يغفر الديوان الثاني دوان مظالم العباد لو واحد لو عندك عشرة جنيه لا يغفر حتى تؤدي إلي حقه عشرة جنيه بتاعته ربنا سبحانه تعالى اللي يغفر لك خد حقك من أخوك كل واحد يخد حقه الديوان التالي الديوان المعاصبة أو ظلم النفس دي أمرأة سهل فإن الله هيغفرها بالتوبة والاستغفار ولما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله عز وجل حرم الجنة على أهل الشرك فلا تدخل الجنة نفس مشركة فإن وإنما يدخلها أهل التوحيد فإن التوحيد هو هو مفتاح بابها قال أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال بلى قال الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار المشرك لا يدخل الجنة أبدا يستحيل فإذا أشركت بالله لحظة واحدة ومت على ذلك فلن تخرج من النار أبدا إنما يدخلها أهل التوحيد فإن التوحيد هو مفتاح بابها فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له بابها وكذلك إن أتى بمفتاح لا أسنان له لم يمكن الفتح به قيل لوهب بن منبه أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال نعم ولكن إن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وبر الوالدين والصلاة والصيام والزكا والحج والتلوت القرآن والذكر كل دي أسنان المفتاح شروط لا إله إلا الله السبعة أسنان المفتاح معاك مفتاح له أسنان يفتح لكن مفتح أعجمي قلت لا إله إلا الله وخلاص باللسان دون مواطأة القلب وموافقة القلب وأعمال القلب ما يفتحش فأي عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحا صالحا من التوحيد وركب فيه أسنانا من الأعمال الصالحة جاء يوم القيامة إلى باب الجنة ومعه مفتاحها الذي لا يفتح إلا به فلم يعقه عن الفتح عائق أسأل الله أن يرزقنا مفتاح الجنة اللهم إنا نسألك حسن القاتمة ونسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب اللهم ارفع درجتنا في الجنة إلى الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا يا رب لذة النظر إلى وجهك الكريم بكرة وعاشية آمين أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله من كان يريد العزة فلله العزة جميل